السلام عليكم معاكم دكتور حتي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة بتساعد بنسبة كبيرة نصحة الطفل تكون كويسة بيكون مفيدة قوي للأطفال اللي وزنوهم ضعيفة ان الطفل ده يتحسن في الوزن بصحة كويسة بيكون مفيدة برضو للأطفال اللي مجودهم قليل وتركيزهم ضعيف وبيتعابوا بسرعة وتلاقي الوش بتاع الطفل شاحب او عنده انيميا بتفيد معاه بنسبة كبيرة بتفيد الطفل في حاجات كتير بتحسن وزنه بتحسن طوله بتزود التركيز بتاعه بتزود زكاء الطفل يعني هتحولك طفلك من طفل عادي لسوبر بيبي بيمشي على الحيطة وكمان بيكون فيها حاجة مهمة قوي انها بتفتح شهية الطفل ودي حاجة مهمة جدا ان الطفل يكون عنده قابلية للأكل تابع بقى معايا الفيديو للآخر وما تعديش تجاري الفيديو كل شوية لو انت اول مرة تتفرج علينا سواء كنتي على اليوتيوب او على الفيسبوك ما تنسيش تعمل لنا اشتراك في قناة اليوتيوب وتعمل لنا فولور صفحة الفيسبوك عشان تبقى من الاسرة الكبيرة بتاعتنا اما لو انت بقى مشتركة قديمة معنا على القناة او فولور على الصفحة فاهلا بك مشكلة اطفال كتير ان بيكون عندهم فقدام في الشهية الام تقعد تفنن وتعمل اصناف كتير اشكال والوان تروح تقدمها للطفل وفي الاخر الطفل ما يرضاش هيكل الام دي بيجي لها حباط تبص تلاقي الام جاهلة العيادة والشهية كله يأس كده وتقول لها دكتور انا عملت كل حاجة بس هو في الاخر ما عقدني مش عايز ياكل انا عايز افتح شهية طفل ياخد منه معلقتين كده يتشقلب بيخلص الاكل كله هي عيني عندها مشكلة بس طبعا فواتح شهية مش كلها كويسة فيها انواع منها كتير بتشتغل على مركز الجوه والشبع في الموقع عشان الطفل يجوع وياكل ففعلا الطفل بتجيب معا نتيجة وبيبدأ ياكل كويس تلاقي الطفل حلو كده بس مش مركز ففي العادي احنا مش بنحب الاصناب دي ما بنحبش نديها للطفل بنحاول ندور على اغزية معينة الطفل يقدر ياخدها تفتح الشهية بتاعته والطفل يأكل كويس من الاغزية دي اللي هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو الزبيب او بمعنى اصح عصير الزبيب عصير الزبيب من الحكاية المفيدة جدا جدا للأفطال هقولك هو بتعمل ازاي وتقدر يتديه للطفل من العمر قد ايه وهقولك ازاي تقدر يتقدميه للطفل وهقولك ايه الفوايد بتاعت عصير الزبيب ده للطفل من اهم فوايد الزبيب ان الزبيب ده بيعتبر فاتح شهية طبيعي للطفل يعني الطفل اللي بيتغزع للزبيب غالبا بيفتح شهيته على منظر اليوم طفل بيأكل معاك كويس بيكون طعمه مسكر فغالبا الطفل ما بيرفضهوش بيقدر نستبدل الحلويات بالحاجات في الأكل الطبيعي اللي بيبقى طعمه مسكر زي الزبيب فاول فايدة من الفوايد بتاعت الزبيب ان هو فاتح للشهية الفايدة التانية للزبيب ان الزبيب بيبقى فيه نسبة عالية من السعرات الحرارية السعرات الحرارية اللي موجودة في نص كوباية زبيب تقريبا 217 سعر ده رقم كبير تعارف ان الطفل اللي هو عمره مثلا من 3 سنين ل 5 سنين محتاج من 1000 ل 1200 سعر حراري في اليوم عشان يحافظ على وزنه ووزنه يزيد عشان كده لما بنده الكميات دا بتفرق معانا في وزن الطفل بنسبة كبيرة ده غير ان هي بيبقى فيها نسبة عالية ان السكر الطبيع عشان كده بتدي الطفل طاقة طفل اللي كسلان وهمدان ومش قادر يلعب او بيجي يلعب مع الاطفال اللي في سن مثليه هبط كده ومش قادر يكمل لما بنديله الزبيب بيدي له طاقة عالية وبيخلي الطفل ده نشيط بيمشى على الحطان زي ما قلتلك الزبيب كمان وخصوصا الزبيب الاسود بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الحديد ده بيحمل اطفال اللي عندهم اناميا وفقر الدم عشان كده الطفل اللي بيكون تركيزه في المدرسة قليل وبينسى كتير لما بنديله الزبيب التركيز بتاعه ده بيتحسن الطفل اللي وشه شاحب كده ومفيش فيه دموية وتلاقي شفايف وبيضة لما بنديله الزبيب بتبدأ الدموية كده تضرف وشه والطفل يكون بشرته احسن الزبيب من الحاجات اللي بيبقى فيها نسبة حديد عالية لو غزينا الطفل عليها بصفة يومية هتفر معاد نسبة كبيرة ده غير ان الزبيب بيبقى فيه كالسيم وزينك وفيتامين دال قرفتوا التلات حاجات دول بتوقع ايه؟ تلات حاجات دولة اهم حاجات لصحة العظم بتاع الطفل عشان كده الاطفال اللي بيكون عندهم قصر في القامة او تقزم او بنحتاج ان الطول بتاعهم يتحسن شوية عشان تغذيتهم ضعيفة بنحاول ندي لهم الاغذية الي فيها ثلات حاجات دولة الكالسيم والزينكو وفيتامين دال والذبيب بيبقى من الاغذية المسالية في الموضوع ده عشان كده بنحاول ندي بصفة يومية للاطفال اللي بيحتاج انه طولهم يتحسن شوية ده غير انه هو بنكون كويس لصحة الزام بتاعت الطفل بصفة عامة يعني الحركة بتاع الطفل لو ده ناله في السن الصغير حركة بتاع الطفل تكون كويسة يقعد في معاده وأيسنم في معاده ويمشى في معاده غير انه هو بيحافظ على صحة الاسنان بيحمل سنان كمان من التساوس وتكوين البلاج يعني بيفيد الطفل في حاجات كتير جدا ده غير ان الزبيب يبقى فيه اوميجا سري بنسبة كويسة الاوميجا سري دي بتخلي المخطة على القفال يشتغل والعيل كده يطلع زكي بص يتلاقي الطفل الصغير يضع يلقط كلامه ما يتأخرش في النقط ويتكلم في معادة طفل الكبير اللي عمال بيذاكر ومش مركز تركيزه بيزيد وبيتحسن وبيبدأ الطفل يجمع دهتا كويس ويخش الامتحان يحل حلو ويطلع الاول ويعلم على حسين صاحبه كمان غير انه بيكون فيه نسبة قلياف عالية وبيحسن الهضم لأطفال اللي بيبقى عندهم امساك ودول كتير الامساك على فكرة من الحاجات المنتشر عاوية عند الأطفال لما بندلهم الزبيب بصفة يومية البرازة عندهم بيبدأ يفك والاخراج بيكون كويس غير ان الجهاز الهضمي اصلا كله على بعضه بيشتجل كويس ده غير ان هو برضو بيكون فيه فيتامين سي انتوا عارفين احنا دخلين على الشتاء نزلات البرد والانفروانزا والأطفال اللي بتطعق تتعب عمال على بطال في الشتاء لما بندلهم الأغزاء اللي فيها فيتامين سي دي بتحسن المناعة عندهم والطفل ده ما بيقعدش يتعب كل شوية عشان كده منحاول ندي الأطعامة اللي فيها فيتامين سي من الأطعامة دي الزبيب زي ما انتوا شايفين كده فوايد الزبيب كتير على فكرة فيه حاجات كتير اكتر من كده بس يمكن انا جمعتلكوا اهم حاجات بتفيد الطفل في حاجات كتير زي ما قولنا بتحسن الوزن بتاعه بتحسن الطول بتاعه بتحسن صحة العظمه بتحميه من الأنمية وبتخلي تركيزه كويس وبتخلي الطفل زاكي بيعلم على حسين صاحبه يعني بتفيده في حاجات كتير اوي تعالي اقول لك عصير الزبيب ده بدي تعمل ازاي وبيتاخد من عمر قد دي لو احنا هندي الاطفال اكبر من ستة شهور هنبدأ نعملها بالطريقة اللي هقولك عليها دي بنجيب شوية من الزبيب كده كباية ولا حاجة وبنبدأ نخسلها كويس وبعد كده نحطها في طبق فيه ميا لمدة ساعتين وبعد كده بنطلعه بنخسله تاني برضو بنحطه في الخلاط وبنزود عليه الميا وبنبدأ نضربه وبعد كده بنصفيه ونقدر نقدمه للطفل بعد كده لو طفل بقى اكبر من سنة نقدر بادل الميا ده نحط لبن حليب هنجيب الزبيب برضو نخسله وننقعه في الميا وبعد كده نخسله تاني وبعدين نحطه في الخلاط وبعد كده نزود اللبن الحليب ونضربهم مع بعض فيه ناس ممكن بتزود شوية حاجات زي القرفة مثلا القرفة بتبقى من الحاجات اللي بتخلي الحاجة فعمها حلوة تخلي طفل يقبل معاك الاكل كويس بس ما تكتريش منها عشان ما تتعبش مياه ده تتطفي وفيه ناس بتحط عسل نحل برضو على المشروب دوت بس انا في رأيي بيكون سويتي شوية فهيبقى مساكر زيادة عن النزوم فبلاش فيه طريقة تانية بتخلي المشروب ده طعمه احلى احنا بنحط اللبن والزبيب على النار ونقلمهم مع بعض كده عشر دقيقي وبعد كده ناخد الكمية دي نضربها في الخلاط ونصفيها ونبدأ نقدمها للطفلة على مدار اليوم في شوية حصص كده كل شوية حاول الجرابي الموضوع دوت مع الطفلة على مدار اليوم هتلاقي الطفلة شهيته هتتحسن الصحة العامة بتاعة الطفلة هتتحسن هتبدأ الدموية تضرب وشه بنسبة كبيرة هتلاقي الطفلة نشاطه كويس وهيبقى سوبر بيبي وهيمشى على الحيطة زي ما قلتلك جرابي تدي الزبيب للطفلة هيفتح شهيته بنسبة كبيرة وهيخليه ياكل كويس لو عايزة فواتح شهية تانية تساعد ان الطفل ده شهيته تتحسن هتلاقيها موجودة في الفيديو ده في الاخر بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لنا لايك وشيل الفيديو تشترك لنا في القناة لو انت على اليوتيوب وتعمل لنا فل الصفحة لو انت على الفيسبوك ولو احتاجت اي حاجة تسيبها في التعليقات وانا هرد عليك قدر امكان وشكرا لك ترجمة نانسي قنقر